50-50 ده بذكرني بمقولة كده كنا نتكلم وده الحياة ما بينطلقش على كرة الخدم بس أحيانا بعض الأشخاص يكون عنده حاجة بنسميها المهارة الأساسية وفيه المهارة المكتسبة هل لعيب الكرة كده يعني هو لازم يكون عنده مهارة أساسية وبالتالي المهارة المكتسبة بقى اللي بتجي مع الوقت والصقل والتدريب والخبرات وما إلى ذلك أينك بتروح على لعيب الزكا بتنفتحها؟ لا يعني بتروح دايماً على لعيب المواصفات أنا عايز مواصفات دايماً أنا بفكر في مواصفات أنا في مواصفات النهاردة مواصفات مثلاً استوبر إيه المواصفات اللي أنا عايزة في استوبر هل النهاردة هحتاج مواصفات قسير ولا هحتاج النهاردة التكوين الكثماني هل هحتاج النهاردة في الحاجات النهاردة لولد النهاردة الدفاعين كويس في ضربات الرأس كويس والقوة العرضية كويس في الالتحامات كويس كل هذه عناصر تتخليك تختار الستوبر حتى لو زمالت حضرتك أنه هو شوية في عملية مثلا في عملية التحضير عملية التحضير من وراء شوية قليل أنت هتقرب بعد كده تطور فكل هذه الأمور رأس الحربة أنت عايز رأس حربة مميز في القوة العرضية النهاردة رأس حربة محطة كويسة إذا كانت برضو نقصة أي حاجة برضو تقدر تنمهله من خلال التمرين الفردي التمرين الفردي ده بيخلي اللعيب دايما في لعبة كتير الحقيقة مستوها ما تطورش إلا لما بعض المدربين يشتغلوا عليهم ودي دائما مدرب لازم لازم يشتغل كده أنا كنت معلش لو كنت مسك الدرجة الأولى وكتلعيبة في منتخب مصر ولكن كان في حاجات بتنقص كنت بيشتغل معها حاجات فردية ودي ميزة أي مدير فني النهاردة الكوتشينج بتاعه دائما وقع اللعيب ودائما النهاردة بينمي حاجة عند اللعيب عشان تبقى كويسة سؤال الأخير يا كابتن فاتحي عقلية اللعب الأمر بيحتاج إلى ثقافة كرة ثقافة عامة إلى مستوى معين من التعليم بيفرق يعني اللعب كمان اللي بيشتغل على نفسه وعلى المستوى الشخصي ده بيفرق معاه في كرة القدم وفي استعابه وفي تطوير نفسه والله بيس الثقافة طبعا الثقافة دي شيء مهم جدا في كرة القدم ولكن ثقافة كرة القدم بالذات لها معايير ثقافة كرة القدم النهاردة اللعيب ده محترف يبقى عارف النهاردة إيه اللي احترافه إيه شوته إيه واجباته هيشتغل إزاي ينام إزاي يأكل إزاي كل هذه الأمور ثقافة الثقافة أيضا في التعامل في التعامل النهاردة دخل مستطيل الأخدر مع الحكام مع اللعيب الخص كل هذه الأمور ثقافة مع الجماهير مع الإعلام كل ثقافة صحيح فثقافة اللعيب النهاردة فيه حاجات كتير جدا اللعيب بيكتسبها من خلال من خلال النهاردة تعاملوا مع المعايشات المعايشات طبعا 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 لازم تكون واسعة للطلاع الثقافة دي اللازم يأخذها من محور كتير جدا جدا طبعا مشكرا كابتو فتح شكرا شريف ربنا